ومن اللغات اللي اتعبر بيها عن حبك في لحظة الحب أو انت اللي تصنع لحظة الحب باللغة دي اللغة المعية الوقت الجيد انك لما تبقى مع شريك الحياة أو مع شريكة الحياة تبقى انت قاعد بكلك مركز بتسمع بتبص اجانب عندهم مثل بيقول human spell love t-i-m-e يعني الانسان لما يجي يكتب أو يستهج كلمة الحب يكتبها الوقت الوقت هو اكتر موصل جيد للحب وانا اقول لك حاجة اخرج كده روح اي مطعم هتعرف تفرق ما بين المتصحبين والمتجاوزين المتصحبين قاعدين الخروجة بالنسبة لهم مهم نكون مع بعض هو اصلا بياكل بطريقة في بيته واي حاجة لكن يجي مقدام صاحبته وهي كمان هي بتاكل هو بيبص لها هو بياكل هي بتتكلم معاه كأن الخروجة مع بعض والاعدة مع بعض والوقت مع بعض هو الغاية وكان الاكل وسيلة عكس المتجاوزين ما تجاوزين الاكل قدامهم كل واحد بيدبه وقاعد مش بيتكلموا مع بعض مش بيبصوا لبعض فين الحب فين الكوالي تايم اللي بيقولوه الوقت الجيد فين لذت ان انا وانتي دلوقتي بين الوحدنا وعايزين نتكلم مع بعض بتطمن على بعض تفهم ساعتها بقى ليه النبي كان بيهتم بالموضوع ده انه لما كان بيقعد مع السيدة عائشة او مع اي حد من زوجاته بس اشهر قصه مع السيدة عائشة كان بيدي الكوالي تايم المعية انا موجود بكلي فتقول السيدة عائشة كنتو اتعرق عرقا بنهاش كده باكل حتة لحمة من معزة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم موضع فمي فوضع فمه على موضع فمي على العرق على حتة اللحمة دي وقام واكل برضو ده قاعد مركز معاها فاكل لما بقولك الحبيبة ولا المتجوزين لازم المتجوزين هم بيكونوا الحبيبة ده بيبصلها وهي بتحط شفايفها على حتة العظمة المليانة باللحمة دي وقام حاطة فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ده مركز ده بيفكر ازاي يصنع اللحظة بالمعية انا شايفك انا سمعك ساعتها بقى انا فهمت ليه النبي كان بيتسابق مع السيدة عائشة راجعين من غزوة من الغزوات يقول للجيش تقدمه تسابقينني يا عائشة ايه ده ده قاعد يفكر اقول كلام حلو قلت كلام حلو طم انت عليها دردشنا طم تيجي نعمل حاجة لطيفة تخلق شيء جديد وانا معاك تخلي عندنا ذكريات المعية واحنا مع بعض اوه على حد يقول يا عم الرايق بقى اوه على النبي النبي عايز وسط كان على النبي النبي اللي هو اكتر واحد مجهول ومهمون في الدنيا كان عارف ان ده عبادة لحظات المعية والوقت الجايد بين الحبيبة المتجوزين يعني ده عبادة وإلا النبي ما كانش يهتم بيها والنبي لما يعمل اي حاجة تبقى اشهر في عبادة تتعمل في الوقت ده عشان كده تسأل الطفلة من الاطفال عشان عارفك ان بابا وماما بيحبوا بعض فكاد بتقول يوم الاجازة كانوا بيفطروا مع بعض الصبح قبل ما ينزلوا كانوا بيلبسوا لبس حلو ويحطوا بارفان هما الاتنين مهتمين احنا مع بعض اقولك على سر لما بكون انا موجود مع مراتي ومش مهتم بصص في التليفون ولا ببص في الجنان ولا بقلب على المتشاط وهي معايا انا كده باخد من رصي دي عارف ما بقاش موجود احسن لكن موجود ومش موجود موجود بجسمي وقلبي مش موجود كناية على الزهق عشان كده مهم جدا قال معي الوقت الجايد ده اللي خلى سيدنا عمر بن الخطاب يسأل بنته حفصة هي الست تقدر تستحمل بعد جزها عنها قد يقيت له اربع شهور اقصى حاجة فراح كتب مرسوم يعني كأنه قانون كده رئاسي ان ممنوع جندي يقعد في الجيش في الفتوحات اكتر من اربع شهور ارجعوا لمرطاتكو عشان تكونوا مع وعد وكان هو بيعرف اقرأ ويكتب وكانت ناس كتير امية ما بتقرأش وتكتب كان يلف على الستات ياخد منهم عايزين يكتبوا ايه لجوازهم وهو الخليفة كان يكتب جوابات الحب بين المتجوزين ويبعتها مع الرسل ليه الجنود اللي على السواحل وفي المناطق البعيدة المعية كأنه بيقول يا كل جندي بعيد مراتي بيقولك انا بحبك انا معاك حتى وانت بعيد المعية اللغة التانية من لغات الحب من اللغات المهمة اوي 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 عشان تعبر بيها عن حبك او تفهم بيها حب اللي قدامك يا لغة الهدايا انا قلتلك من شوية الثناء والتشجيع الكلمة الحلوة ثم المعية يعني الوقت الجايد انا معاك بقلبي وعقلي رقم ثلاثة الهدايا احكاية الهدايا دي مفيش شك انه لما حد بيجيب الهدايا بمقام بسوط وانده بيلاقلكت قال عليه الصلاة والسلام تهادو تحبو لان الهدية كأني وانا مش معاك فكرت فيك وعارف انت بتحب ايه فجبتلك اللي انت بتحبه بس اسمع وانت بتجيب الهدية لازم تعرف اللي قدامك نفسه في ايه يعني انا قعدت مثلا سنة تقريبا بعد ما عرفت مراتي عشان اجيب لها ورد لان انا مش في بال ايه ورد دي حاجات تقول ليش لازم يعني يومين وتلاتة ويتبالوا وهيكا تتمنى اجيب لها ورد وانا حتى رايح اشتري ورد لما عرفت ان الورد مهم رايح بدفع الفلوس وانا بتقطع ليه مش عشان الفلوس عشان انا نفسي اجيب بيه سندوتش اجيب بيه مثلا جزمة انا مش في بالي ان الورد دي حاجة بتموت يا عم هو رجالة اصلا كده لكن الست بالنسبال لها الورد دي حاجة مهمة قوي فمهم ان الانسان يفهم ان اللغة الهدايا على فكرة مش لازم يكون معاك فوز كتير شوكلتاية بجنيه ترجع بيها لمراتك ولا ترجعي بيها لجوزك انا بفكر فيك وانا مش معاك عشان كده اتسألت بنوتة صغيرة مش عرفك ان ماما بتحب بابا فقالت وهو قاعد بيشتغل في البيت وهو يعني تعبان كده تخش طويلة عالى نعمل كباية قهوة لبابا وتعمله القهوة وتدقها عشان تطمن بتكونش سخنة مولعة وتفاجئوا بيها وهو قاعد حاجة بسيطة بس هدية كإني عايزة أقول لجوزي الست بتقول انا فاكراك وانت تعبان ومشغول اكتر قصة اثارت فيه لما ست ماتت فجوزها اخد عبيتها ولا فستانها وعملوا سجادة صلاة عشان يبقى تلعى الحسنات هدايا وهي في قبرها فتعلم ثقافة الهدية لان تهادوا تحابوا اصنع لحظة الحب بالهدايا ولو كانت بسيطة